كان لي الشرف أن تحادثت مطولاً مع الرئيس تبون وأيضاً مع نظيري الوزير العمامرة وأقدم لهما شكري على هذا الاستقبال الحار إنه لمن الأهمية بما كان أن أتواجد بالجزائر من أجل زيارة للعمل ولتقييم العلاقات الثنائية هذه الزيارة مزدوجة الأهداف لتجديد علاقة الثقة بين بلدين علاقة يطبعها احترام سيادة كلا الطرفين وللتوجه أيضاً نحو المستقبل للعمل على بعث وتعميق شراكتنا الضرورية فرنسا والجزائر لهما روابط عميقة مفعمة بالعلاقات الإنسانية بين الجزائريين والفرنسيين وبذاكرة تاريخية معقدة لقد عبرت عن رغبتي من أجل العمل على رفع المعوقات وسوء التفاهم الذي قد يحصل بين البلدين وفي خضم حديثنا اتفقنا على استئناف جوانب من شراكتنا وهذا ما يترجم عودة الحوار العملي بين الشركين حول المسائل الإنسانية وتلك المتعلقة بالهجرة وكذلك فيما يخص مكفحة الإرهاب كل هذا يترجم أيضاً بفضل جهودنا المشتركة من أجل ضمان أمن بلدينا أتمنى أن يكون الحوار الذي أعدنا بعثه اليوم أتمنى أن يقودنا إلى استئناف الشراكة السياسية بين حكومتين السنة المقبلة وذلك لتجاوز جراح الماضي وللنظر إلى الأمام ولتجاوز أيضاً سوء التفاهم أتمنى أيضاً أن يستأنف بلدان نهج علاقة هادئة وللنظر نحو المستقبل أجدد القول بأن الجزائر شريك مهم بالنسبة لفرنسا على المستوى الثنائي وأيضاً على المستوى الإقليمي نحن عازمون على مواصلة تنسيق مبادراتنا الدبلوماسية للدفع بمصاري الانتقال السياسي في ليبيا على خلفية ندوة باريس التي مثل فيها الوزير العمامرة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون توقفنا أيضاً عند الوضع في مالي والذي تلعب فيه الجزائر دوراً هاماً والتزامها بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة وهو عامل أساسي لمصاري السلم في هذا البلد وهنا أحيي هذا الالتزام وأتمنى أن يستمر الحوار بيننا في هذا الشأن فرنسا والجزائر تواجهان تحديات كبرى في محيط إقليمي ودولي مضطرب ويتوجب علينا إيجاد حلول عملية للتحديات التي يشكلها الإرهاب في منطقة الساحل سيما الهجرة غير الشرعية وأيضاً الرهانات الاقتصادية وحول هذا كله ولأن اهتماماتنا مشتركة فإن المشاورات بيننا ضرورية وهو الغرض من تواجد اليوم بالجزائر شكراً للمشاهدة